هذه أبرز العناوين توماس تخيل يكشف عن معاناة جديدة للمغربي نوسير مزراوي قبل مواجهة أرسنال اليوم في دور أبطال أوروبا لخليفي رئيس باريسان جرمان يفاجئ أشرف حكيمي بمكافأة كبيرة بعد الفوز على بارشلونة هشام الدكيك مدرب المنتخب الفتصال يوجه رسالة قوية للاعبي بعد تأهل الساحق على منتخبي زنبيا قال توماس تخيل مدرب باير ميونيخ الألماني لكرة القدم إن الدولي المغربي نوسير مزراوي المحترف في صفوف الفريق البافاري عانى جسديا في الفترة الأخيرة مشددا في الوقت ذاته أنه سيعمل على الحديث معه بشأن توظيفه في مركز الظاهر الأيسر في مباراة الأرسنال اليوم الأربعة في إيابي نصف نهائي دور الأبطال وأوضح توخيل في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة أنه نحن نفكر في مركز الظاهر الأيسر لدينا يوم إضافي للتحضير وهذا يفيدنا سأتحدث أيضا مع نوسير مزراوي لقد عانى جسديا كثيرا في الفترة الأخيرة سنتخذ القرارات الأخيرة هذا المساء وعن المباراة تابعة توخيل نحتاج إلى كل شيء مرة أخرى نحتاج لنفس الشغف والاندباط التكسيكي الذي قدمناه في لقاء الدهاب نريد بشدة الفوز بهذا اللقاء وأكد توماس توخيل تصريحاته بالقول نريد نفس الأجواء لقاء الدهاب مع الإصابات التي نعاني منها من المهم للغاية أن نحصل على الدفع الجماهيرية نريد تلك الأفضلية للفوز على أرسنال وأدفى توخيل الفوز بدور الأبطال يمنح كل موسم مداقا رائعا في أي نادي لم نقدم المستوى المطلوب في الدورة والكأس لكن لا نحتاج لذلك للتمتع بالحافز من أجل مباراة الغد علينا دفع أنفسنا لأقصى حد عرب القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريسان جرمان عن سعادته الكبرى بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دور أبطال أوروبا على حساب برشلون الإسباني وذلك تفوق النادي الباريسي على نظيره الكتالوني في إيابي ربعا نهائي وكان باريسان جرمان قد سقط في مباراة الدهاب أمام برشلون في حديقة الأمراء بنتيجة ثلاث أهداف مقابل واحد وظن الجميع أن النادي الباريسي بات خارج دور الأبطال لكن كتيبة المدرب لويس إنريكي حققت انتصارا عريضا في المونتيكويك معقل النادي الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف ليتأهل بطل فرنسا إلى نصف النهائي بنتيجة ستة مقابل أربعة في مجموع المبارتين وقال ناصر الخريفي في تصريحات عقب نهاية المباراة عبر أغمسي الفرنسية إنه أمر رائع لقد كنا ننتظر هذه اللحظة لفترة طويلة في باريسان جرمان نحن هنا من أجل الذهاب إلى أقصى حد ممكن في دور أبطال أوروبا لقد خدنا مباراة رائعة هنا وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق وأضف ناصر الخريفي متحدثا عن المباراة التي خسرها النادي الباريسي بثولاتي لقد تعرضنا لانتقادات لا دعا بعد المباراة الأولى لكني كنت واتقا من تأهلنا منذ البداية هذه المباراة رغم الهدف الأول كنت واتقا أننا سنتمكن من العودة في النتيجة لقد أراد الجميع الفوز ما حدث جميل وتاريخي ونحن فخورون بتمثيل فرنسا ووجه رئيس النادي الباريسي رسالة للمدرب لويس إنريكي ولاعبي الفريق وذلك بالقول أود أن أهنئ المدرب واللاعبين والموظفين لقد كان الجميع مستعدا لهذه اللحظة إنها سنة انتقالية رائعة نريد الاستمرار بنفس الزخم والهدوء وختم تصريحاته بالقول في النهاية بطولة دور أبطال أوروبا معقدة وتعتمد على التفاصيل لقد قام المدرب بعمل جيد للغاية قلت له قبل المباراة نحن سنفوز أود أن أقول له واللاعبين أحسنتم وبعد التأهل إلى نصف النهائي سوف يلتقي النادي الباريسي مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني الذي تمكن من إقصاء أطلتكو مدريد عقب الانتصار عليه بنتجة أربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الإياب معوضا هزيمة الدهاب بهدفين مقابل هدف ويلتقي بروسيا دورتموند باريسان جرمان في نصف نهائي البطولة القارية أولا في مرحلة الدهاب يوم 30 أبريل وبالملعب سينغال إدونة بارك على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السابع ماي القادم في ملعب حديقة الأمراء بسط إيشام الدكيك مدرب المنتخب المغربي للفتصال أسباب تحليه بالصرامة مع لعبه خلال مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة وقال الدكيك في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي تلت الفوز على زامبيا بـ 13 هدفا دون رد الفتصال يعتمد على الفرجة والأهداف فكل 3 أو 4 دقائق يسجل هدف وهذا بفضل الله واللعبون بدأوا يتحررون من ضغط الجمهور ووصل المدرب حين نمنح قيمة للخصم ونحترمه فإننا نسجل مثل ما وقع اليوم فسأحترم كل خصم مباراتنا المقبلة ستكون مصيرية ومؤهلة للمونديال وسنواصل العمل لتأهل للمرة الرابعة تواليا وتابع هشامدكيك تصريحاته بالقول حين تنتصر أمام إيطاليا مثلا بربعية فهذه نتيجة استثنائية فالفتصال الرياضة ممتعة وفيها أهداف وطبيعية أن تسجل ويسجل عليك فكذلك الأمر في كرة السلة واليد أمر عادي أن يسجل عليك لكن عليك أن تسجل فأنا أهاجم وأخاطر وتترك المساحات لكن عليك أن تسجل وتستغل الفرص ردود أفعالي في المبارات سأضحك ويدحك اللاعبين وسنخسر المبارات فالمر ما بيقربك وستخطئ وستتلقى حينها الهدف أتدخل دائما لحظة تديع فرصة مهمة سبق أن اشتغلنا عليها وبعدها أعانق اللاعبين في مستودع الملابس وأرضف هشامد كيك تسريحاته بالقول المبارات المقبلة مهمة جدا ومصيرية للتأهل للمونديال والآن لا نعرف الخصم وعلينا أن نأخذها بكل التفاصيل التي نشتغل عليها